احنا بنتكلم عن الابطال احنا عندنا بطل حقق الفضية مبارح احمد الجندي في الحماسي الحديث عزينا نعرف الناس ايه هي لابة الخماسي الحديث هي لابة الخماسي الحديث من الحقيقة من اصعب الالعاب الموجودة في الرياضة عموما لان هي حالك بتلعب خمس رياضات في ناعم لها كل رياض عيزالها بطل وحدها اه الحقيقة لان هي بتلعب حالك هي عبارة عن فروسية عن جاري عن سباحة عن رماية عن الخامسة اعتقد اللي هي السلاح فلعبة في غاية الصعوبة يمكن كمان مبارح احمد الجندي كان قبل المنافس التجاري كان بيعت شوية عن التنافس في مركز 13 تقريبا اه بالضبط كده فلما دخل منافس التجاري حصل يعني مبارح في مركز 13 في المركز التاني بالضبط كده حصلناها سميناها مبارح المنتدى لان هي لعبة في غاية الصعوبة واحمد الجندي الحقيقة يعني رجل يعني ليه حالة خاصة في الخماس الحديث رجل حقق بطولة العالم عمل النتائج مميزة عشان كده بقول ان الناس ما ببصش ليه النهاردة الدورة او المنافسة النهاردة لا بص على اللاعب من خلفياته احمد الجندي حقق مداليا في اولمبيات الشباب في نانجينج في 2018 فاعتقد ان دي كانت التجهيز بالنسبة للعبين والتجهيز بالنسبة للاتحادات ويمكن برضو تنسي تتكلم في هذا الموضوع عشان ما نظلمشي دايما الهيئات والاتحادات واللجنة الولمبية ونقول ان الفلوس بتتصرف فين وكلام ده كله لا فيه اكيد فيه قصور في بعض الحاجات اكيد فيه حاجات ويكيد الحصل ده يفتح بزرط كتير اكيد طبعا هنشوف ايه القصور ويه اللي حصل ونشتغل عليه لكن انا برضو بعد اذنكو البعثة تعرضت في البداية في اول المنافسات للدورة لانتقادات كبيرة جدا كانت سايد هجوم طبعا كان فيه هجوم شهز جدا كانت علم عن العدد والعدد كبير وانه كان فيه فريقين يعني يد وقدم ده نص البعثة بالضبط كده وفي الاول كمان احنا كنا في الاول البعثة او المجموعة للشباب رايحين مش برضو ليه ان هو رايح يلعب على دهب او رايح فيه فيه جزء شرف التأهل ده رايح اشارك بس اه طبعا ده حاجة ده حاجة مميزة جدا ان اللاعب يتأهل لدورة الالعاب الاولمبية ده اعلى مستوى للمشاركة